موسيقى سعادة جدا باستقبالكم مشاهدين الكرام في هذا الفضاء الإخباري برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية على مدار ساعتين من الزمن ونتابع فيه اليوم يوبا الثاني الملك الأمازيغي المثقف الموسعي والذي اختار المقاربة الثقافية في مهادنته لاحتلال الرومني فعرف عصره بالرخاء الثقافي والاقتصادي سنقف عند إسهاماته الفكرية والثقافية والعمرانية التي لا تزال شاهدة إلى يومنا هذا الهلال الأحمر الجزائري في ذكرى تأسيسه الرابع والستين مشوار حافل بالنجاحات والتحديات ودور فعال كبير على أرض الميدان حاضر في كل الأزمات ومنها أزمة كورونا الراهنة في هذا صباح أيضا رصد للوضعية الوبائية والنسق التنازلي الذي تعرفه نسبة الإصابات اليوم في انتظار اللقاح الموعود والدوان الوطني لمحو الأمية عفوا وتعليم الكبار يفتح مراكزه من جديد بشكل تدرجي مع مراعاة كل التدابير القانونية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة المتعلمين أركاننا الثابتة ترافقكم من حصادي الصحف والصباح الرياضي ونسعد نحن بصحبتكم لنا أيضا في هذا الصباح صباح سعيد للجميع البداية وكالمعتاد مع أبرز ما ورد في الصحف الوطنية والدولية مع الزميل فتح يعقوب بعد الفاصل فتحي صباح الخير صباح الخير عفاف مشاهدين أهلا بك يا عفاف مشاهدين الكرام أستاذ الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الحساد الأسبوعي والبداية باجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد والذي خصص لدراسة عدد من الملفات الهامة صحيفة المساء كانت قد نشرت مقالا حول الموضوع جاء فيه أن اجتماع مجلس الحكومة درس ثلاثة مشاريع مراسمة تنفيذية تتعلق بقطاعي المالية والأشغال العمومية بالإضافة إلى الاستماع لعرضي وزيري الداخلية والصحة حول مدى تقدم أشغال وزيري فريقي العمل الذين تم وضعهما للتكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر شهد الأسبوع الفارد تنظيم منتدى وطني تحت عنوان الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى من أجل تدعيم التعاون المدني العسكري صحيفة المشوار السياسي قالت أن الفريق سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وخلال إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى قال أن تاريخ الجيش الوطني الشعبي يزخر بمواقف مشرفة في هذا المجال فلم يقتصر دوره على معركتي الدفاع والبناء فحسب بل تعداه إلى المشاركة في المجهود الوطني الرامي إلى الوقاية من الكوارث واحتواء آثارها بعد حدوثها وحماية الأرواح والممتلكات إحياء مظاهرات الحادي عشر ديسمبر ستون تسعمائة وألف كانت من أهم الأحداث الوطنية أيضا التي ميزت نهاية الأسبوع صحيفة الشعب وفي تسليفها للضوء على الحدث نشرت مقالا جاء فيه أن حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة شكل الأذات الأساسية التي استخدمتها قيادة جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في نضالها السياسي والديبلوماسي لإنهاء استعمار الجزائر وحصولها على الاستقلال في الحدث الدولي مشاهدين الكرام صنف مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي قضية الصحراء الغربية كقضية رئيسية صحيفة البلاد قالت أن استعادة مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي لقضية الصحراء الغربية يشكل انتصارا للمنظمة القرية التي لا طالما سعت جاهدة من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيث الإفريقي تطبيع العلاقات مع الكيان السهيوني من طرف النظام المغربي مقابل الاعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية خلف استنكارا دوليا واسعا القدس العربي قالت أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أعلن أن دولة الاحتلال والمملكة المغربية وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما فيما صحيفة الشرق الأوسط نقلت تأكيد الأمم المتحدة أن موقف أمينها العام تجاه نزاع الصحراء الغربية لم يتغير وفي السياق نقلت صحيفة جون أفريك عن نيويورك تايمز تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه يمكن التراجع عن قرار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب بعدما قرر هذا الأخير الاحتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وللوقوف على هذا الحدث مشاهدين الكرام نسعد باستضافة ومن خلال الهاتف الإعلامي الفلسطيني صالح عوض صالح عوض صباح الخير صباح الخير سهلا سهلا بداية سالح عوض قرأت لك نقالا قلت فيه أن النظام المغربي يؤدي دور عرابي الاختراق منذ حرب أكتوبر ثلاث وسبعين عمليا كيف يؤدي هذا الدور وما هي الشواهد صالح عوض تحية لكم وصباح الخير لكم وإستاذ المشاهدين والمستمعين الحقيقة السلوك السياسي للمغرب أو للحكومة المغربية ليس جديداً تجاه العلاقة مع الكيان الصهيوني فدعا له كان السباق في هذا والداعية له والعراب مباشرة بعد حرب أكتوبر بدأت الاتصالات بين الحكومة الصهيونية حق ربين والملك مباشرة وكان ضباط السادس بهاينة يحلو الرسائل وتم اللقاء بعد أكتوبر مباشرة وبناء اللقاء بين الحفرابين وبين الملك الحسن الثاني تم الاتفاق على السابس سالة لمصر الرئيس أنور السادس حول السلام والتسوية وبناء عليها كان لقاء حسن تهامي نائب رئيس الوزراء المصري ومشديان وليل الخزياء الإسرائيلي عن ذلك وتم الحديث حول وبدأ التحضير لما سمي فيما بعد وضع السلام المصرية الإسرائيلية التي تم التبحث فيها في تام ديفيد في أمريكا في شراف أمريكا ونحن نتذكر جميعا كيف كان الاختراق الصهيوني لجهزة المؤتمرات القمة العربية التي حصلت في الرضاق وأنا عارف أيضا لأن الملك موقف من القضية الفلسطينية في الأربع السبعين كذلك عندما تم انتزاع قرار أن مرظم التحريف للسطينية ومثل شرعي ووحيد للشاعر الفلسطيني وكيف أصر الملك الحسن الثاني على أن يحرم الفلسطينيين من هذا القرار الجامعة لولا موقف الجزاء المتمثل بشخص الرئيس المرحوم هو المدين الذي أثر أن يكون الموضوع له فقط علاقة بالقرار الفلسطيني وأنه يتدخل أحد في ذلك وكان سراعا طويلا لأروقات المجلس المؤتمر القمة العربي الذي انتهى بقرار تمثيل نظم التحريف الشعب للسطيني تواصلت العملية الحقيقة وما أعلمه ترامب ليس إعدان عن الجديد في السياق صالح عوض استنكار المجتمع الدولي لقرار ترامب حول سيادة المغرب على الصحراء الغربية ممثلا في الأمم المتحدة التي قال أمينها العام وفق ما نقلت الشرق الأوسط أن موقف الأمم المتحدة من النزاع الصحراوي لم يتغير إضافة إلى ما نقلته نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي قال أنه يمكن مراجعة قرار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب كأنه أراد أن يتبرأ من هذا القرار البعض وصف ردات الفعل هاته وقال أن المغرب بهذا الشكل فأنه باع القضية الفلسطينية من دون أن يحصل على ولا شيء سال عوض يعني هذا الحديث حاول يعني الشقة الأول طبيعة الموقف الأمريكي الذي علمه ورئيس المنتهي صلاحيته ليس متهي مدة فالمنتهي صلاحيته ترامب هو ترامب يحاول تجميع كل الشروط لإنجاح تكريف صفقة القرن التي أعلن عنها منها دفع الأنظمة العربية إلى الإعلان رسميا عن العلاقات الطبيعية مع الكامل السهيل وواضح أنه هناك لهذه العملية جوانب نفسية أيضا الآن نحن في حمى الهرولة للنظام العربي نحو الكامل السهيل وكأن الأمة العربية انتهت وكأن العرب باعث للصير وكأنه وكأنه الحقيقة أولا هذا النظام المغربي ليس جديداً في الموضوع بل له علاقات قديمة ووثيقة جداً بالكيان الصيوني ومؤسسات الأمنية الصيونية وهذا موضوع ثاني فهو لم يعد جديداً في موضوع العلاقة بين الملك بين المملكة وكيسر الشق الثاني أنا أعتقد أنه يعني موضوع الصحراء موضوع له أنه مصبت بقرارات دودية ومصبت مفوضات بأجيات أخرى العالم كله تعارف عليها ويتعامل معها بوضوح قرارات أممية وقرارات التحديد السريقي وقرارات التحديد السريقي في غير ما ذهب إليه ترامب ترامب أعلن قدس عاصمة الإسرائيل هذا قرار أخصر أخصر قرار يمكن أن يكون عبر الدليل القدس عاصمة الإسرائيل وطبعا أعلانات وجد ترامب تتجد يعني معارضة أوروبية وفي معارضة في داخل أمريكا وتولد معارض كل مكان وأعتقد أنه قراره هذا بخصوص الصحة الغربية لا يساوي الحجر الذي كتب به والكلمات التي نطفها هذا سلها في أسرام تبقى قدس مفتوحة على ضرور حل عادل لقرأ شعب عانى عويدا مثل في أي شعب عانى وكافح شعب عانى وقال الإعلامي الإعلامي الفلسطيني صالح عوض كنت معنا من بروكسل ببلجيكا في قراءة لأحداث الدولية وخاصة احتراف النظام في الرباط بالكياني الصهيوني مباشرة كنت معنا كما أشرت من العسمة البلجيكية برويسل سالح عوض شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة وعلى هذه الإفادة إلى هذا الحد مشاهدين الكرام يلتهي لقاء بكم يتجددوا اللقاء في قابل الأيام بحول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عودة إليك عثاث شكرا جزيلا لك فتحي عقوب على هذه الإطلالة في أبرز ما ورد في الصحف الوطنية والدولية ومشاهدين إلى فاصل نتواصل بعده تفضلوا بالبقاء معنا أيها المواطنين هذا المال خطير جدا في الجزاء ولذا لا بد باش نقوم كل احتياطات والنصائح اللي اعتهو هنا لوزارة الصحة أو المنظمة العالمية لصحة أولا الوقاية لأن بعض الشريحة من المجتمع لا مازال ما يمنوش من هذا الوباء موجود والفيروس موجود لهذا وجه نصيحة من دهر ولسانة إلى هذا المواطنين باش يجلبوا هذا الوباء من طرف التوعي ألا وهي الكمامة الضرورية في أسواق ولا في أي مكان ثانيا احترام المسافة المدعو عنها من طرف المنظمة العالمية لصحة ألا وهي متر ونص ولا زوج مترات غصر اليدين وكذلك سينفو استعملوا لصول إدرالكوليك براء لأن هذا الفيروس خطير عندنا ديكا بوزيتيف لأن كل مهار يزيد ولذا نطلب الحطة والحذب لهذا المواطنين والانضباط الكل حتى نخرج من هذا الوباء وتعود المياه إلى مجالها طبيعيا وشكرا شرشال القيصرية في البداية كانت مدينة في نقية تسمى أيولة في عهد الملك يوبا الثاني تحول اسمها من أيول إلى قيصرية شرشال مدينة يوبا الثاني الذي جعل من عاصمته قيصرية مركزا للفن والثقافة الأمازيغية أيول أو ما يسمى حاليا شرشال وهي كانت عاصمة ملكية ليوبا الشيء الذي يميز فطرة يوبا الثاني هو ولوعه بالثقافة الرومانية والهيلينية واستقدامه إلى أكبر وأشهر النحاتين ومواد البناء فمتحف الوطن لشرشال توجد به بعض البقايا المنشآت والإنجازات من منحوتات وتماثيل التي تعبر عن الحياة اليومية والمتأثرة بالثقافة الهيلينية أي اليونانية ومدى قوة مدى ازدهار دولته وثرائها وولوعه بالعمران كما تبعنا مشاهدين الكرام في هذا الروبرتاج حول المتحف الوطني لشرشال الذي يضم شواهد عن تلك الحقبة التي حكمها الملك يوبا الثاني هذه الشخصية المحورية في تاريخنا الجزائري الأمازيغي القديم قبل الفتح الإسلامي وهي شخصية عرفت بحكمها لمنطقة موريطانيا القيصرية وعاصمتها يولى القيصرية شرشال اليوم لمدة خمسين عاما في ظل الحماية الرومانية عرفت أيامه بالاستقرار والرخاء وبإسهاماته المتميزة في الثقافة والفكر أستقبل وإياكم إثراء للنقاش ضيف الصباح الأستاذ تفيق حموم أستاذ التاريخ القديم أستاذ حموم صباح الخير شكرا لك على تلبية الدعوة شكرا سيدة الكريمة شكرا على الاستضافة فقط لتصحيح أستاذ تاريخ والأثار في جامعة الجزائر الثنين طبعا كما تفضلت في التقديم الذي أشرت إلى هذه الفترة وحكم يوبة ثاني في المنطقة هي منطقة شمال إفريقيا هي مرحلة مهمة جدا في تاريخ الجزائر للأسف أن المؤرخين أو المهتمين بالتاريخ لم يعطوه حقه في هذا المحفل التاريخي الذي مرت به شمال إفريقيا منذ القدم إلى التاريخ الحديث نعم دعنا نبدأ أستاذ بالتعريف بمن هو يوبة الثاني كيف كانت نشأته ومسيرته كيف كانت نشأته في البلاط الرومني قبل أن يعود إلى أرضه ملكا في هذا صدد نعود إلى سنة ستة واربعين قبل الميلاد إثرى بعد معركة تبسس وإنهزام يوبة الثاني أمام جيوش يوليوس قيصر فبعد موت يوبة الأول تنتهي الفترة النوميدية أو الممالك النوميدية ثم أخذ يوبة الثاني الإبن يوبة الأول كأسير إلى روما كغنيمة حرب كغنيمة حرب ثم كان له الحظ أنه تربى وترعى في البلاط الإمبراطوري في روما وتولت رعايته أخت الإمبراطور أغسطس أكتابي في هذه الفترة كان يتلقى تربية لاتينية يعني في محيط لاتيني ولكن الدراسات التي كان يتلقى من خلال الأساتذة الإغريق إذن كانت عنده أيضا اهتمامات إغريقية لهيلينستية وكان يستكشف كل المصادر الإغريقية إذن كان يتمكن من اللغة اللاتينية واللغة الإغريقية ثم البونية والليبيا بطبيعة الحل لأنه كانت له اهتمامات فيما بعد فيما يخص تاريخ نوميديا بالضبط نعم فكانت عنده ثقافة لاتينية ثقافة هيلينستية يعني إغريقية وأيضا ثقافة مصرية لأنه تزوج بعد فترة معينة من كليوبات سليني ابن بنت الكليوبات الكبرى ملكة مصر ملكة مصر وأيضا هو نوميدي أمازيغي بحكم جذوره وأصوله بالضبط نعم طيب أختير الملك يوبا الثاني لاحقا ليكون ملكا نظرا لكل الخبرة والحنكة السياسية والتسيير الإداري إضافة كما ذكرت لشخصيته المميزة والموسعاتية جعلت من الإمبراطور الروماني القيصر أوكتافيوس يجلسه على عرش موريطانيا بالضبط لأنه منسوج أنه يوبا تارع في نفس البلات مع أغسطس إذن هما تقريبا أصدقاء وكان يثيق فيه كثير لأنه مشامعة في حروب وفي الشرق وفي إسبانيا إذن كان يشوف الإمبراطور الروماني كان يشوف الإمكانيات الحنكة فيما يخص تسيير الأمور العسكرية والإدارية فلذلك نظرا للإضطرابات التي كانت توجدها في شمال إفريقيا بعد موت بخص الصغير بوكيس العجان إذن منطقة شمال إفريقيا عرفت إضطرابات وحكم غير مستقر إذن في إضطرابات في الشرق وفي الغرب إذن حتى أنه يسيطر على شمال إفريقيا تصبح أي مقاطعة تابعة لروما ولكن أعطاه نوع من الحكم الذاتي لذلك جلس على عرش موريطانيا إذن استرد يعني مجد نوميديا مجد أجداد من خلال هذا المملكة لإنشاءها ابطلاقا من سنة 25 قبل الميلاد ولكن الامتياز لإخداه يوبا ثاني هو أنه كان عنده حكم ذاتي ونوع من الاستقلالية التامة في تسيير شؤون المملكة والدليل على ذلك هو ضرب العملة باسم الملك يوبا الثاني ركس يوبا إذن هذا دليل لأن العملة رمز من رموز السيادة السياسية والعسكرية والإجتماعي أيضا مملكة بحد ذاتها بكل مؤسساتها التي تتركز عليها كل الممالك رغم نشأته الرومانية كما أسلفت أستاذ حموم وتشبعه بمختلف الثقافات إلا أن الخصوصية في يوبا الثاني أنه ظل متشبثا بجذوره الإفريقية النوميدية في ماذا تجسد هذا الانتماء الدليل على ذلك أنه خلال فترة حكمه هو من بين الملوك المتقفين في تلك الفترة يعني كانت عنده صدع يعني عند المؤرخين التي تديك الفترة والدليل على أنه بعد ما ماته كل المؤرخين القدماء يستندوا على كل مؤلفاته التي كان يكتبها في فترة الدليل هو أنه المجلد أو الموسوعة التي يكتبها حول تاريخ شمال إفريقيا وفي هذا المجلد الذي كان تكون من عدة أجزاء للأسف أنه موصص لنا ولكن نعرفه من خلال المؤرخين الذين جاءوا بعده لأنهم خذوه كمرجع أساسي في سرد بعض الأحداث وبعض المزايا لشمال إفريقيا إذن كان متمكن من العلوم من الجغرافية من علم من نباتات والتاريخ يعني كان تشبع بكل هذه العلوم وأيضا الفنون هذا أيضا جانب مهم بالنسبة لي ويبتاني الفنون كان أعطاها حصة من الاهتمام يعني جانب مهم في حياته اليوم والدليل هو مدينة قيصرية اللي نعرفها هي صورة طبق الأصل لروما ولتزال الشواهد حاضرة دعنا نسري أيضا النقاش بحضور الدكتور محمد البشير شنيتي أستاذ وباحث في التاريخ القديم المتواجد معنا عبر الهاتف دكتور شنيتي صباح الخير شكرا لك على قبولك دعوة المشاركة معنا دكتور شنيتي يوبا الثاني يعتبر من أكبر المثقفين في العصر النوميدي اختار المقاربة الثقافية خلال مهادنته لإحتلال الروماني واختار بناء الإنسان الأمازيغي من خلال التركيز على مختلف الفنون والعلوم التي تسعى إلى تحقيق التنمية الحقيقية من خلال بناء الإنسان الأمازيغي تحياتي للأستاذ توفيق وأتمنى أن يألقى المباشر لكن مع الأسف قناة الثالثة ما عندي فاضت الفراز ما سمعته أخير مؤخرا في لحظات الأخيرة هذه من الأستاذ توفيق كلام وافي وشافي وعلمي وموتق ويمكن أن يؤتمز حتى في كل المراجع التي تزناول هذا الموضوع يوبا طبعا أسبقني الأستاذ توفيق لا أدري ماذا قال في شأنه ولكن بخصوص السؤال الذي طرح علي من طرفك أنت أنه فعلا يوصف بأنه ملك عالم يقال بأنه الملك العالم وهو في الحقيقة وصفه بهذه الصفة ليس غريبا لأنه هو حفيد ملك النوميلي آخر وهو يمسال يمسال الثاني يقال أن تسمية يمسال تكررت كثيرا في الأسرة النومية المالكة فيمسال الثاني هذا هو جده هو أب يوبا الأبول هو جده وهو الذي كان ألو نعم نسمعك أستاذ شنيتي نعم يمسال الثاني هذا يوصف بأنه أيضا من أكبر المثقفين والمؤلفين أيضا لأن يوبا ويوبا الثاني هذا حفيد نقل على كتبه نقل منه وخدم معلومات المتعلقة بالجمهورافيا والمتعلقة بالسكان هذا يمسال الثاني لهو جد يوبا الثاني هذا كانت لديه مكتبة كبيرة مكتبة من مخلفات المؤلفات والكتب التي عفقت علىها النيران التي التهمت قرطاجة والتهمت تراثها نعم فأخذ يعني أنقذوا بعض الكتب من مكتبة قرطاجة وأخذتها أخذها 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 البيت المالك النوميدي وهو ذاك الوقت كان كان الإخوة الثلاثة مسيبسا و أذربال مسيبسا و مستنقال و جلوسا أخذوا المكتبة وبقاد في البيت وبقاد في البيت المالك تلك المكتبة اتفاد منها يمسال الثاني فيما بعد اتفادة كبيرة وساليوس وهو مؤرخ وأيضا حاكم نوميديا نعم فيما بعد رجع إلى تلك الكتب ووصفها كثيرا وامتدح صاحبها نعم فإلا يوبا التاني يعني ليس غريبا أن يكون مثقفا لأن كثير من الناس يعتقدون بأن النوميديين القدامى لم يكونوا مثقفين أو لم تكن بينهم أجواء يعني لم يعيشوا أجواء ثقافية كغيرهم من ملوك عصرهم فمملك سلوميديا لم تشتهد فقط بملوك متحاربين ومتمردين أو طائعين لغيرهم ولكن لم كانوا ملوكا بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة يعني ملوكا لديهم ثقافة واسعة واهتمام وإلبام بممتلكاتهم وبأراضيهم ويعرفون كل ما يتعلقوا بثقافة عصرهم فإذن يوم الثاني كان كذلك وضف إلى ذلك أنه أضاف طبعا أضاف إلى ذلك أضاف إلى ذلك استفادته من وجوده في روما يعني حيث نشأ في روما كما ذكر زميلي توفيق نشأ أو نشأ هناك كعادة الرومان أنهم عندما يخضون على ممالك عدائهم يأتون بأبنائهم الصغار يربونهم لكي يستفيدوا منهم فيما بعد في تسيير شؤون بلدانهم تحت عنوان ملوك أو أمرة محليين إلى آخره ولكن فهو استفاد من هذا وتعلم اليونانية وتعلم أيضا يقال أنه تعلم حق العربي وتعلم لغات أخرى ولا شك دكتور شنيتي في أن يوبا الثاني يعد من أغزر علماء الأفارقة من ناحية الثقافة والتفكير شكرا جزيلا لك الأستاذ أو الدكتور محمد البشير شنيتي أستاذ وباحث في التاريخ القديم على هذا التدخل القيم وندعوكم مشاهدينا الكرام الآن إلى متابعة هذه المداخلة لمديرة المتحف الوطني لشيرشير أقول سيدة نجوة عاطفي في هذه المداخلة يوبا الثاني يوبا الثاني بعد تنصيبه كملكا على قيصرية على شيرشير حاليا هو إنسان تشبع بال نقول بال الثقافة الرومانية هي أكثر اللاتينية كتر بالتما على أيدي فلاسفة أيدي علماء مم هو أصبح إنسان مثقف حسب المؤرقين إنسان مثقف أكبر مثقف إنسان نيريجي كتب كتب وكان مختص في عدة الميادين منها حتى النباتات الحيوان الفنون العمارة ومنها إبان هذا الثقافة تبان فيه في مدينة شرشال من ناحية تنقل وتحف اللي راه خليه مننا التمثيل والأنصاب والزخارف المعمارية والعمارة أيضا عمارة اللي رحت توجدوها في شرشال من بينها المصرح الروماني المدرج كذلك الحمامات عندنا ثلاث حمامات هنا حمامات الغربية الشرقية في شرشال توجدوها في العناصر المعمارية نفهم منها دياب اللي كانت شبع كثير من الفنون والثقاف تعقبا على هذه الشهادة أعود لنقاش مع الأستاذ توفيق حموم وأستاذ التاريخ القديم والأثار في جماعة الجزائر أستاذ حموم دعنا نتحدث عن قيام يوبا الثاني بتوحيد القبائل الأمازيغية وسعيه إلى تمدين المملكة حضريا وثقافيا وعلميا وتزيينها أيضا عمرانيا وهو ما يزال يعني هناك بعض الشواهد التي لا تزال حاضرة وشاهد إلى عصرنا هذا عن تلك الاهتمامات نخص بالذكر قبر أو الظريح الملكي الموجود بتيبازة وما يعرف بقبر الرومية اسمحي سيدتي الكريمة قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أوجه تحياتي لأستاذنا محمد البشير شنيتي وأستاذنا للكل هو عميد الأساتذة والباحثين في جامعة الجزائر فنتمنى له الشفاء إن شاء الله وطيلة العمر والصحة والعافية إن شاء الله فلو تحياتنا رجوعا إلى سؤالك سيدتي الكريمة أنه صحيح أنه من الميزات الخاصة بفترة حكم يوبتاني أنه أسس مدينة عمرانية بكل المقاسات والمعايير الهيلينستية وهي في الحقيقة تقريبا صورة تبقى الأصل لمدينة روما العاصمة التي هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية فشيدة في مدينة شرشال عدة مباني هامة جدا تتميز ببعض الخصوص أنها فريدة من نوعها في كل العالم الروماني مثلا ناخد المسرح المسرح اللي عنده شكل مميز فريد من نوع في كل العالم الروماني للأسف أنه من تكلموش كثير على هذه الأمور فيه مدرج فيه عدة مباني كانت فيه عناصر معمارية وفنية جد قيمات يعني هي عصولها تعود للفترة الإغريقية يعني مباني ضخمة ومباني كانت زين حتى وين وصلنا أنا نقول مدينة شرشال كانت متحف على الهواء نعم نعود إلى الضريح المالكي الموريطاني صحيح أنه عندما قيمت الاستكشافات في هذا الضريح داخل غرفة الجنائزة لنجد شيء في الفترة الفرنسية عندما دخلوهم الأثاث الجنائزة تقريبا غائب إلا بعض الأثاث الجنائز خاصة في حلي لعنده ميزات وفنيات مصرية لذلك ينسبو الضريح إلى كريو باترسليني ولكن في الحقيقة ما عندنا شاهد أو مادي أو يعني بحث علمي ليؤكد أنه يعود للفترة الفترة يوبا الثاني عندما ندرس الغطاء أو المظاهر المعمارية والفنية للضريح هذه الميزة الفنية تعود لبداية القرن الأول قبل الميلاد إذا كان خذنا بهذا المقاسات أو بهذا المعايير ما فيهش علاقة ولكن هو ضريح للعائلة الملكية في العادة أنه كانت أيضا تعدد الدفن في ضريح معين لأنه هو أصل أمازيني الضريح موريطاني هو أصل أمازيني يستوحى شكله من البازينة القديمة التي تعرف في الفجر التاريخ كمقابر للمجتمع الأمازيغي ولكن يقال أنه يعود لفترة يوبا الثانية وقصة حب يعني كهدية للملكة المصري ولكن علميا ومدين صعب التأكيد في هذا المجال فقط بعض الأتات الجنائز ليفكرنا بمظاهر فنية للفترة المصرية عمد الملك يوبا الثاني إلى تربية شعبه وانعكس ذلك في مظاهر الحياة اليومية أنذاك حدثنا عن ذلك في الحقيقة هذه هي ميزة أو المهمة الأساسية ليوبا الثاني لأنه كانت في شمال في اضطرابات عديدة إذن كانت عنده الحنكة السياسية والحنكة أيضا الإستراتيجية في تسيير أمور الدولة إذن كانت عنده علاقة مباشرة بشيوخ القبائل نعم البفارس والجيتول ويعني كل هذه القبائل كانت عنده علاقة ودية وشخصية مباشرة لذلك تمكن في فترة وجيزة إخماد كل هذه الثورات وتوحيد كل القبائل تحت حكم يوبا الثاني ولكن في بعض الامتيازات أيضا من طرف روما لإخماد هذه مثلا الإعفاء من الجباية وهذه ميزة خاصة فقط بمملكة يوبا ثاني المزارعين الفلاحين كل التجار معفيين من الضرائب التي كانت تفرض على المسامعة التي استعمرت من قبل روما فقط مملكة يوبا ثاني أعفيت من هذه هذا مثال فقط كانت فيه امتيازات بالمقابل هو توحيد كل قبائل المجتمع ربما كانت خطة استراتيجية هذه المهادة طبيعة الحال لا يوجد خفايا ولكن هي استراتيجية أعطت ثمارها حتى أن المجتمع في فترة يوبا ثاني عرف بحبه للفنون وحبه للعيش والأناقة في اللباس وكل مضايا الحياة التي تعتبر المجتمعات والدليل على ذلك مدينة شرشال التي هي على صورة روما والمدن الإغريقية التي كانت أيضا تجرى فيها كل مضايا الحياة مثل المسرح والغناء والفنون والرسوم والمتاحف وهو أصلا مدينة شرشال هي متحف على الأهواء الطلق يعني مضايا الحياة الفنية والاستقرار كانت ظهرة في هذه الفترة يعرف عن يوبا الثاني أنه كان كثير الترحال والصفر والاستكشاف أيضا ما قادته إلى عدة مناطق وانعكس ذلك من خلال المؤلفات التي كتبها دعنا نقف عند أهم هذه المؤلفات وما مصيرها لاحقا هذا أيضا من ميزة يوبا الثاني أنه مالك استراتيجي عسكري ولكن عند الجانب آخر هو اتمامات الفنية والبحث أيضا في مجال العلوم النباتات والطب والجغرافيا في كل مجالات حتى الشهر كان يؤلف الشهر أيضا في عدة كتب وعدة مجلدات نعرفها من خلال المصادر القديمة ولكن للأسف لأنه في هذه الفترة الطباعة غير موجودة إذن استنساخ باليد فأعداد هذه النسخ نادرة ولكن وصلت حتى القرن الرابع بعد الميلاد لأن المؤرخين في تلك الفترة أيضا استندوا على هذه الكتب وهذه المؤلفات ليوبا الثاني إذن في هذه الفترة هذه الاستكشافات حتى أيضا قام ببعثات خارج شمال حتى الجزر الكناري وأيضا جبال الأطلس وأيضا مشهور بالاستكشافات التي قام بها حول مصدر نهر النيل نعم اليرقوب بالعربية نعم وهذه النبتة مهمة جدا في علاج العيون البصر وأيضا بعض الأعراض أيضا الجلدية إذن هذه النبتة يوبا ثاني هو ليسمها هو ليعطاها الإسم وهذه المؤلفات الكثيرة جدا والمهم منها هي ليبيكا المعروفة ليبيكا التي تكون من عدة أجزاء كان يصيرت فيها كل هذه الأحداث التاريخية لمرت منها مملكة نوميديا وأيضا في أجزاء مخصصة للجغرافية والعلوم النبتات والجيولوجيا إذن كانت عنده النصوص التاريخية تذكر أنه عنده مؤلفات كثيرة في كل المجالات إذن هو موسوعة بأي لغة كان يكتب وقتها؟ في الغالبية كانت بالإغريقية واللاتينية ويعرف أنه فيما بعد عندما تمكن باللغة الأمازيغية يتنفيه كتابات وفي أشعار أيضا باللغة الأمازيغية وأيضا كان يتمكن باللغة البونية إذن هو موسوعة ملك عالم باحث موسوعة علمية في كل المجالات وفنان والمعروف أنه شرشال يعني حاليا الاستكشافات اللي يقيمت في مدينة شرشال هي حوالي 15-20% فقط من اكتشاف المدينة اللي تعود لفترة يوبتين رغم ذلك هذا الـ 15% أعطتنا رصيد تاريخي وأثري مهم جدا مقارنة بالمدن الأخرى الدليل كل المحتويات والمقتنائيات موجودة في متحف الأطال القديمة في الجزاء العصيمة وفي شرشال هي كنوز في مجال الفنون والنحت لأنه فقط هذا المجموعة التي تشاهد في المجال السرسال نوجد أنها تسرد كل تاريخ الفنون منذ القرن السابع والسادس قبل الميلاد من بلاد الإغريق حتى فترة يوبا الثاني ما مصر هذه المؤلفات التي تصل إلينا مجرد شذرات من بعض المؤرخين هي بعد مملكة موريطانيا انحلت في سنة 40 بطبيعة الحال كل الممتلكات وكل الكنوز يعني تروحوا يعني ما عرفناش مصيرها ولكن المؤلفين والمؤرخين اللي جاءوا بعد هذه الفترة يشيرون إلى كل هذه المؤلفات ولكن بشيء وجيز فقط يعني إشارات ويخذوا منه من عند المؤلفات يعني فقرات كاملة وينسبوها أيضا لهم ولكن من خلال دراسات المقارنة نعرف أنه أخذها من فلان ومن المجلد فلاني حسب يعني دراسة المقارنة والمقاربة شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق حموم أستاذ التاريخ القديم والأثار بجامعة الجزائر على الحضور الكريم وعلى هذه التدخلات القيمة وأدعوك وأستاذ المشاهدين إلى متابعة هذا الروبرتاج حول الملئة الضريح الملكي أو ما يعرف بقبر الرومية الذي بني تخليدا لزوجة يوبا الثاني كليوباترا سيليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سكنت قلب يوبا الثاني قبل أن تسكن هذا المكان إلى زميل توفيق عجالي المتواجد بمركز الأرشيف الوطني ببرخادم وآخر المعطيات بشأن زيارة الوزير الأول عبدالعزيز جراز إلى هناك توفيق عجالي صباح الخير توفيق هل أنت معنا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع توفيق عجالي سنعود لاحقا إليه لموافاتنا لموافاتنا بتفصل أكثر ونمر إلى ضيف الصباح في الملف الثاني من هذا البرنامج للحديث عن الذكرى الرابع والستين لتأسيس الهلال الأحمر الجزائري حيث نقف عند المشوار الحافل بالنجاحات والتحديات لهذه الهيئة والدوره الكبير والفعال على أرض الميدان أستقبل ضيف الصباح بعد الفاصل ورحبوا أيكم مشاهدين الكرام بالسيد بن عودة بالطيب نائب رئيس الهلال الأحمر الجزائري سيد بن طيب صباح الخير شكرا لك على تنبيت الدعو شكرا على الزيب الآن نعود إلى زميل عفوا منك نعود إلى زميل توفيق عجالي المتواجد بمركز الأرشيف الوطني ببرخادم توفيق صباح الخير توفيق صباح الخير دعنا في صورة آخر المعطيات بشأن زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد عفوا إلى مركز الأرشيف الوطني صباح الخير نعم ستنطلق بعد نصف ساعة من الآن ندوة تاريخية حول مظاهرات 11 ديسمبر حالتي خرج الشعب الجزائري لذاك للمطالبة بالحرية والاستقلال نعم ستتخلل هذه الفعاليات حضور الوزير الأول عبد العزيز جراد والمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية والأرشيف البروفيسور شيخي سيكون هناك معرض خاص بالصور والوثائق التي تؤرخ لتلك الحقبة وخروج الشعب الجزائري على كلمة واحدة ضد الاستعمار الفرنسي كما ستتخلل هذه الندوة مدخلات لمختصين في التاريخ الجزائري لذاك نعم شكرا لك توفيق عجالي إلى تفاصيل أوفى بإذن الله بشأن هذا الحدث لاحقا أعود بكم مشاهدين الكرام إلى ضيفي بيولوستوديو سيد بن عودة بالطيب نائب رئيس الهلال الأحمر الجزائري الحاضر معنا للحديث عن الذكرى الرابع وستين لتأسيس هذا الاتحاد سيد بن طيب في كلمات موجزة نشأت هذا الاتحاد والذي يسجل حضوره الدائم في كل أزمات البلاد نشأت الهلال الأحمر الجزائري إبانة طورة تحريرية في 11 ديسمبر وهذا التاريخ محظوظ بالنسبة للثورة الجزائرية 11 ديسمبر 56 ارتأت قيادة الثورة أنذاك بإلزامية وجود هيئة إنسانية الهلال الأحمر الجزائري كي تؤدي دورين الدور الأول وهو داخلي والدور الثاني وهو خارجي الدور الداخلي يتمثل في مرافقة الثوار والمجاهدين وتطبيبهم إضافة إلى التوعية الصحية للمواطنين الذين كانوا يعانون الويلات إضافة إلى دور الخارجي وهو إسماء صوت الشعب الجزائري أو آنين الشعب الجزائري للعالم الحر الخارجي وهذا ضمن وفود أجنبية صديقة وشقيقة إسهامات الهلال الأحمر الجزائري الذي كان صباقا منذ بداية جائحة كورونا ومساعيه في كيف كان التعامل في البداية مع هذا الوباء القاتل؟ في قضية كورونا في البداية كان هناك تكوين من قبل أصدقاء جانب في هذا الباب وبالتالي حاولنا أن ننشئ لجنة وطنية تشرف أو خالية أزمة وطنية تشرف على هذا الملف إضافة إلى تفرعها في جميع الولايات وهذا أولا لإعطاء التربية الصحية في هذا الباب ثانيا طرق الوقاية وطرق محاربة هذا الداء وفعلا كانت لنا دور كبير بالنسبة لمرافقة الشعب في هذا الباب ودورنا نحن بالنسبة للدولة الجزائرية نأتي في المرتبة التانية ونساعد الناس لكي يضمنوا إعفاءهم من هذا المرض الخبيب الهلال الأحمر الجزائري يؤدي دائما خدمات إنسانية تضامنية متعددة الأبعاد يعني تقديم المأونة تقديم المساعدة الطبية وغيرها يعني كيف كانت هذه الإسهامات مع مختلف المناطق في الوقت؟ كانت إسهامات تركيز على مناطق الحدودية ومناطق الضل بالنسبة للولايات كانت هناك عدة قوافل من بينها يعني في الأسبوع هذا يعني كين قافلة لتجوب 48 ولاية محملة بالإعانات محملة يعني بالبابات للتلاميذ المدارس النائية هذا ينتظر انتلاقها يوم الاثنين الاثنين إن شاء الله ستنطلق هذه القافلة متجهة إلى 48 ولاية لفائدة المناطق النائية والحدودية محملة بماذا؟ محملة أولا بمواد غدائية بمواد التعقيم إضافة إلى الكمامات هل تتقون في الهلال الأحمر الجزائري هبات من دول صديقة وربما ينعكس ذلك على الميزانية ميزانية الاتحاد الهلال عفو كما تعلمون لست لنا ميزانية في الهلال الأحمر الجزائري يعني ميزانيتنا وهي محاولة دعم الهيئات مثلا الخارجية من أصدقاء من مؤسسات من داخلية من يعني كل هذا وخاصة الصفارة الصينية اللي كانت دائما ترافقنا في هذا الباب نتابع وإياك سيدي الكريم هذه الورقة حول الهلال الأحمر الجزائري من أمضاع زميلة أحلام قلمامي ذات الحادي عشر من ديسمبر 56 تسعمائة وألف تأسس الهلال الأحمر الجزائري كهيئة إغاثة ومساعدة إنسانية ووطنية بفضل مساعدة الدول الشقيقة والصديقة اللي كانت بمساندة الثورة التحريرية استطاعوا يدمجوا في الوفود متع هذه الدول الهلال الأحمر لهذه الدول أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري في 1963 من بعد انخرط الهلال الأحمر الجزائري في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ ذلك الحين لعب الهلال الأحمر الجزائري ولا يزالوا دورا فعالا من خلال العمل التضامني دعمنا للشعب الصحراوي للشعب الفلسطيني للليبيين اللي بحاجة للماليين للنيجري طبيعي لأن الشعب الجزائري ذاق مرارة الاحتلال والاستعمار كما سجل حضوره بقوة خلال الأزمة الصحية التي عرفتها الجزائر على غرار دول العالم ساهمنا في تدعيم قدرات المستشفية تحية عرفان وتقدير إلى الجيش الوطني الشعبي على مساهمته في العمل الإنساني لتعود ذكر تأسيس الهلال الأحمر الجزائري وهو يسجل ضمن أولوياته المهام الإنسانية ولا تخرج مهام الهلال الأحمر الجزائري عن الخدمات الإنسانية والتضامنية وهو مجند دائما في كل الأزمات سيد بالطيب أعود إليك كما ورد في الروبرتاج حول تدعيم قدرات المؤسسات الاستشفائية ماذا أيضا عن المساعدة النفسية التي كان لكم إنجازات فيها وخدمات قدمت لمختلف المتضررين في هذا الباب وانشئات خالية أزمة أو خالية استماع للمتضررين من مرض الكوفيد وكان تعتبر من الطاقة متاحة أطباء نفسانيين لحاولوا يجاوبوا على كل التساؤلات المطروحة في هذا الباب وهل وضعوا رقم أخضر؟ وهناك رقم أخضر 30-30 هذا ليمكن أي إنسان يتصل به ويجاوبوه في الحين بالنسبة للتكوين الذي وفرتموه لأدقومكم خلال الجائحة والتكوين العالي المستوى الذي توفره هذه الهيئة باعتبارها منخلطة في الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالنسبة للتكوين هناك عدة برامج مختلفة يعني على حسب المواضيع يعني البرنامج السيري المفعول هي يعني الصحة المجتمعية الصحة المجتمعية الآن يعني هناك تكوين لماذا؟ الصحة المجتمعية لمواجابة داء الكوفيد هذه التكوينات في كل ولاية 48 يشرف عليها يعني أطباء ومختصين في هذا الباب هكذا حتى لماذا؟ للمتطوعين والذين يباشرون عملهم يعني مع المواطنين حكينا قليلا سيد بالطيبة عن إسهامات الهلال الأحمر الجزائري خلال الكوارث الطبيعية في الداخل وفي خارج الوطن أيضا يعني فيما يخص الكوارث الطبيعية الهلال الأحمر الجزائري وبمساعدة يعني طبعا السلطات العمومية له وجود داخلي وخارجي بالنسبة للداخل يعني حضوره دائم في جميع مناسبات الكوارث يعني حضوره دائم بالمتطوعين بالأطباء بالمعدات بالإطارات التاعو يعني هناك يعني إعانات خارجية ومساعدات خارجية هذه خاصة مثلا بدول جوار بمواطنين اللي يستكنوا يعني بجانب الحدود وفي هذا الباب نشكر يعني الجيش الوطني الشعبي اللي كان دائما يرافق الهلال الأحمر الجزائري في جميع العملية التضامنية سواء في الداخل أو في الخارج أو في الخارج لنقل المساعدات لنقل المساعدات الهلال الأحمر أيضا يؤدي مهمات إنسانية لفائدة البدو والرحل كيف كانت التوعية وسبل الوقاية بالنظر إلى خصوصية هذا المجتمع المتنقل يعني الذي لا يستقر في مكان فيما يخص البدو والرحل عندنا برنامج خاص يعني كان هناك برنامج الآبار لجاي في الجنوب الكبير وبمساعدة يعني الصفارة الصين الشعبية والصليب الأحمر الصيني ليحاولنا باش ننثبت الطاقة الشمسية في هذا الآبار لمساعدة ساكنة الجنوب باش على الأقل يثبت في المكان ويقعد ثمية يعني هذه كله يعني في إطار برنامج مسطر موحد للساكنة الجنوب ومواطني الحدود كيف يسعى الهلال الأحمر الجزائري اليوم إلى نشر ثقافة التضامن يعني في كل بين كل فئات المجتمع خصوصا فئة الشباب يعني ثقافة التضامن شيء أصيل في المجتمع يعني كان عندنا قصة الأمير عبد القادر بالنسبة للمسيحيين السوريين وإن قال هذا ما فعلته كان يعني حتما بمقتضى عقيدة المحمدية وهذا يعني سلوك أصيل والتضامن ليس غريب على الشعب الجزائري وهناك يعني تقريبا أكثر من 200 ألف مطوع بالنسبة للأحمر الجزائري يعني شيء جميل لكن يجب عليهم أو التكوين يجب على القيادة أن تعطي يعني خارط الطريق لسير هؤلاء المطوعين وأيضا ما التنسيق مع المجتمع المدني والمتنسيق مع المجتمع المدني لأنه جزء من المحيط أنا أمر إلى نقطة أخرى سيد بطيب بالنسبة للوضع في الصحراء الغربية هذه المنطقة التي تعاني دائما وضعا إنسانيا متفاقما كيف تنسقون ويعني جهودكم للمساعدة على احتواء المنطق وربما هذه هي الكلمة الختمية لك سيد بطيب كيف تنسقون مع هذه الهيئات ولفائدة ما هي الإنجازاتكم في هذا الأمر يعني كان تنسيق على مستوى الهلال الأحمر إلى الجزائري مع الهلال الأحمر الصحراوي يعني هناك هيئات أجنبية لمنظمة الأمن الغذائي والهلال الأحمر الإسباني يعني حاولوا في هذا الباب أن الهلال الأحمر ينسق جهود الجميع باهن لنجز عمل يعني جيد ولفائدة الشعب الصحراوي وهذا يعني نقول كلمة يعني الكرامة الإنسانية هي شيء الوحيد اللي يمكن ما يتبدل ما يتغير لأنها احنا على كل حال الكرامة الإنسانية للشعب الصحراوي دائما نقولها بصوت عالي يجب إرجاع هذه الكرامة لولعيش في سلام إلى الشعب الصحراوي إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد بن عودة بالطيب نائب رئيس الهلال الأحمر الجزائري على هذا التدخل القيم ومشاهدين الكرام نربط الاتصال بغرفة الأخبار وزملاء من هناك وآخر المستشدد موجز لأهم الأنباء من الإخبارية الجزائرية أهلا بكم المستهل بالذاكرة التاريخية وتخليدا لذكرى الستين لمظاهرات الحادي عشر من ديسمبر الفين وتسعمائة وستين يشارك اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مرفوقا بوفد وزري يشارك في ندوة تاريخية بمقر الأرشيف الوطني بالعاصمة الجزائر وبالمناسبة يزور الوزير الأول معرضا تاريخيا يوثق بالصور والشهادات هذه المحطة التاريخية الهامة من سجل الثورة التحريرية المباركة ومن مقر الأرشيف الوطني حيث تعقد الندوة التاريخية المخالدة بذكرى الحادي عشر ديسمبر الفين وتسعمائة وستين يلتحق بنا على المباشر الزميل توفيق عجالية توفيق هل انطلقت الأشغال وما هي محاور الندوة وأبرز النقاط المتناولة نعم لم تنطلق بعد الندوة ولكن ستنطلق بعد نصف سعامين الآن ستكون الندوة ستتخللها هناك برنامج وهو أنه الوزير الأول سيزور معرض للصور يوثق لمظاهرات لمظاهرات 11 ديسمبر و لمظاهرات كما قلت 11 ديسمبر التي خارج فيها الشعب الجزائري برمته ضد الاستعمار الفرنسي وذلك لنيل استقلاله وتدوير القضية الجزائرية في المحافي الدولية نعم هذه الندوة ستتخلها كذلك محاضرات قيمة لمؤرخين جزائريين كما قلت سيحظى الوزير الأول بزيارة المعرض الذي نحن متواجدون به الآن ثم هناك ندوة بحضور المستشار رئيس الجمهوري المكلف بذاكرة الوطنية البروفيسور شيخي وهذا لإلقاء محاضرة حول أحداث 11 ديسمبر أو مظاهرات 11 ديسمبر نعم كما قلت هذه الفعاليات هي تخليدا لهذه الذكرى واحتفالا أيضا بهذه الذكرى التي تعود بنا إلى ذاكرة الشعب الجزائري الذي نضل وينوظل دائما من أجل الحرية والاستقلال الزميل توفيق عجل كنت معنا مباشرة من مقرية الأرشيفة الوطنية حيث تعقدوا الندوة التاريخية حول أحداث مظاهرات 11 ديسمبر سنعود لاتصال بك في موعدنا العقاء بحول الله واحتفاءا بالمناسبة تم بولاية الجلفة رفع العلم الوطني ووضع أكليلا من الظهور وتلاوة الفاتحة على أرواحي الشهداء كما تم بدائرة مسعة تزويد الساكنة بالغازي الطبيعية العملية نفسها شهدتها بلدية البيرين كما تم بالمناسبة توزيع 251 إعانة توزعت على أصحاب السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية ينظم اليوم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ينظم يوما دراسيا حول التطورات الأخيرة في منطقة الصحرائية الغربية الدوافع والتداعيات ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع تنظم إلينا مباشرة من هناك الزميلة بايا بالخير يبدو أن فقد الاتصال مع الزميلة بايا بالخير سنعود إليها في موعدنا اللحقة بحولنا هذا وتنظم المجموعة البرلمانية الأوروبية الدائمة للشعب الصحراوي اليوم ندوة سياسية عبر تقنية التحاضر عن بعد حول قضية الصحرائية الغربية بمشاركة رئيسة المجموعة الصداقة والأخوة مع الصحرائية الغربية النائب في المجلس الشعبي الوطني سعيد إبراهيم بناب ومن المنتظر أن يشهد الحدث مدخلات لممثلين عن العديد من المجموعات البرلمانية المشتركة في عدة بلدان أوروبية يتبعها نقاش مفتوح حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية والكفاحية المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصيرة على النحو المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يبدو أن سوف نتصل الآن بزميلة بايا بالخير المتواجدة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بايا هل من جديد بخصوص هذا اليوم الدراسي فعلا يحتضن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة اليوم يوما دراسيا حول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الصحراء الغربية بين الدوافع والتدعيات ومن المنتظر أن يجهد اللقاء والحدث العديد من المداخلات من قبل أكاديميين خبراء ومغتصين في الشأن الصحراوي وكذا نقاشات مفتوحة لعدة مواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية كخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين جبهة البوليزاريو والمغرب سنة 1991 وكذا الكفاح المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير ما صيره وسنوفيكم بجديد اللقاء حول التطورات الأخيرة والتوترات التي تشهد منطقة الصحراء الغربية في نشرتنا اللاحقة الزميلة بايب الخيكوت معنا مباشرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حيث يُعقد يوم دراسي حول التطورات الأخيرة في منطقة الصحراء الغربية إلى الانشغال الصحي عن تطورات الوضعية الوبائية سجلت أمس 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 91 ألف و 121 حالة مؤكدة في حين تماثل لشفاء 59 ألف و 590 من بينهم 455 تماثل أمس لشفاء كما سجلت أمس 11 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2575 وفاة رحمهم الله بخصوص تفشي فيروس كورونا عبر العالم منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لاستقدام لقاح فايزر بيوتينك حيث سيكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن هم المتلقون الرئيسيون للجرعات الأولى من اللقاح في الأثناء يعتزم مخبر بريطاني إجراء تجارب سريرية مشتركة تجمع بين لقاحين بريطاني وروسية ويشار أن عدد الإصابات عبر العالم قد بلغ أكثر من 69 مليون إصابة ومليون و 580 ألف حالة وفاة في موضوع آخر تضاءلت فرص التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت حيث عبرت لندن وبريكسل عن التشاؤم إذا إمكانية تجاوز خلافاتهما كما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشل المفاوضات مرجح جدا لكنها متواصلة وفي حال لم يتم تحقيق ذلك قبل يوم غد الأحد المهلة التي حددتها رئيسة المفاوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني فإن ذلك سيحتم إجراء التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية أخيرا وفي الرياضة وفي كرة القدم تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابط المحترفة الأولى بإجراء أربع مقابلات حيث يواجه نجم مقرى انتحاد بسكرة ويستقبل انتحاد بالعباس وفاق سطيف وينزل انتحاد الجزاء ضيفا على ودادة اليمسان وأخيرا يصطدف شباب قصنطينا جمعية شلف هذا وقد أسفرت المواجهات التي جرت أمس الجمعة على النتائج التالية شبيبة سكيكدا هدف أهل برج باراريج سفر سريع غيريزان سفر شبيبة الصورة سفر أولمبي نمدية هدف مولدية وهران هدف نصر حسين دي هدف جمعية عين مليلة هدف شبيبة القبائل السفر شباب بالوزة ثلاثة أهداف وأخيرا انتهت المواجهة التي جمعت بين نادي باردو ومولدية الجزائر بالتعادل هدف مقابل هدف نهاية الموجز ألقاكم على رأسي الساعة إلى اللقاء موسيقى 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 سعداء جدا مشاهدين الكرام باستقبالكم في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح وكنا في الشق الأول قد تناولنا شخصية الملك الأمازيغي يوبا الثاني الذي عرف بإسهاماته الفكرية والثقافية وأيضا العمرانية التي عرفتها ولتزال شاهدة عليها الآن مدينة شرشال التي كانت عاصمة لمملكته آنذاك فأيضا تطرقنا في الساعة الأولى إلى إسهامات الهلال الأحمر الجزائري خلال جائحة كورونا نمر الآن وإياكم للحديث عن الوال وضعية الوبائية في بلادنا التي تعرف تحسنا نسبيا ونسقا تنازليا في عدد الإصابات أستقبل ضيف الصحة بعد الفاصل موسيقى موسيقى أرحب وإياكم مشاهدين الكرام بالدكتورة فريدة إيمس عودان أخصائية في الأمراض المعدية دكتورة إيمس عودان صباح الخير صباح النور وشكرك على الاستغافة نعم نحن نشكرك على قبولك دعوة المشاركة في البرنامج دكتورة إيمس عودان كيف تتابعين تناقص عدد الإصابات هذه الأيام هل نحن أمام محاصرة الفيروس وبالتالي ستتحسن الوضعية تدريجيا شكرا وأعطيتني فرصة كي أطرح مع الزملاء الذين يسقطون يوميا في التغاني تعلق كوفيد ونشكر جزيلا شكر قاعد زمائلاء اللي يراهم في الميدان وقاعد يعني التعاون مع الدول الجمعيات ومجتمع المدني على الصدمة هذا لاحظنا عندنا عشرة أيام أو أسبوع أستاذة نقص العدد بنصف كنا ألف وثلاثين ألف وثلاثمائة قاعدة في غضلنا عشرة أيام أسبوع حبطت إلى خمسمائة وخمسة وستين يعني خسك بالنصف وهذا راجع أولا لوعي النس والدولة خدت بعين اعتباره وشددت شوية للإجراءات التنقلات عبر المدن ووضع الكومام الإجباري التباعد الجسدي غلق بعض المحلات التي فتحت عشوائيا يعني قاعدوك الاتخاذات الصارمة للحد من الانتقال هذا ساهم في نقص الذي لاحظناه نقص يعني كبير لاحظناه ونقص شوية يعني المجيء إلى المستشفيات واكتراضها من قص شوية والحمد لله هذا راجع أسل الوعي على المواطن نعم الذي تجاوب مع هذه الإجراءات تجاوب تجاوب واعي بس في الموجة الأولى لاحظنا الحجر الصحي هو يعني منذ شهرين وثلاث شهر هو ليقلص وحبس شوية الانتشار بسك نقوله بالفيروس الكورونا ما يمشيش وحده فيروس الكورونا من ينقله من مكانين ما كان هو الإنسان هو البشر دونك لاحظنا في بعض الولايات وين عمرنا ما لاحظنا يعني لكاتع كورونا فيروس وعليش؟ بسك نجاوبوا يعني جاوب ذو شطرين الشطر الأول نقوله بالأماكن زعم البعيدة في الصحرا والله كان هناك تضاريس ديجا ما تسمحش بأن يكون تواصل سريع ولا اكتغاضات نعم وقارنة بالولايات الأخرى والناس عندها عادة والتقاليد مثلا تضع الخمارة والكمامة هذه العادة الخمارة تحهم وثانا ما عندهمش وناس يعني يلتزموا بسرعة كي تقولوا لهم ديروا وقاية يلتزموا بها لا يتمردون يعني لا يتمردون لا يتمردون عكس أصحاب المدن الكبرى في الأول لاحظنا تمردات وكان بسرعة أماكن متواصل اجتماعي كان يقولوا لهم الكومبلوتيزم وما كاش منها وهذه الناس وعات شفت باللي سقوط ضحايا من العائلات الناس عرفت الآن باللي الكورونا هذا يقتل واقع وحقيقي دونك تراجعت شوية وأرجعت أكتر انضباطا وربما أكسبتنا يعني التعامل مع هذه الأزمة الصحية الاستثنائية الخطيرة أكسبتنا يعني وعيا متزايدا لدى المواطن كما أكسبتكم أنتم الأطقم الطبية خبرة في التعامل مع هذا الفيروس جسما أشكرك على هذا السؤال لاحظنا بأن كل عام هناك فيروسات تتأتي في عدد الكوفيد كان أربعة كوفيد من الصحة الحميدة جي تدير انفلوانزا خفيف وتذهب كان دخلنا موسم من انفلوانزا ونسا يتلحق الموسمية ونسا يتلقح لذلك الناس تعرفوا كيف يحبون الفيروس الفيروس هذا عنده يعني الخطر تاعه هو أنه يأطاكي أربعة وخمسة أجهزة في الجسم نحن الفيروسات العادية تعتاكي سورتو لبومان الأسفر أويغال يعني جهاز تنفسي وفقط بالصح هذا الفيروس لا تعتقد سيستم نغذو جهاز العصبي، جهاز شرييني، القلب، كان الإنسان يأتيك بسكتة قلبية سكتة قلبية لنحوماني، والسبب هو الكورونا سيبوغسا كان كلام كان يتفشي بين الناس ويقول بالك تذهب إلى المستشفى بس كلا كان صار لك حاجة يحطك كورونا، سمعنا بهذه الأشياء بس كلا الناس لم يكن تعرف الحالات الكليينيكية التي تأتي من طرف الكورونا هي متعددة ومتشعبة، لم نرى في الإنفلوانزا العادي الكلاسيكي فيه حمى، زوكام، هو يتشابه شوية فيه حمى، زوكام، صح؟ أغلبية احنا لاحظنا في الميدان يجيك ما عندوش حمى، ذهب غير شم ضوق والشم أحيانا نعم وفقط، والضوق والشم هي يعني إصابة الجهاز العصبي نعم وهو واحد يعني نستصغره بصحنا على برناب لي تقدر ما يعود شي ولي يشم الإنسان هذا كله لاحظنا حالة كومة، حالة باراليزي، حالة نصفي ولا راجع للكورونا دونك في هاد ثمان شهور تعلمنا يعني كيما احنا الناس على التغان كيما العلماء الكباب كيما الشاب أنا نتعلموا ونتجاوبوا مع هاد الفيروس وكيما قلتي أستاذا ما نقدرش دوكا نعرفه واختشح تحبس هاد الجائحة دونك لازمنا نقع سبل اللي درناها الحجر الصحي ويعني الطاويل والالمون قاطع صح حد شوية من انتشار هاد الوباء بالصح ما علاباناش متاين تالي وبالتالي عدنا حلين عدنا الفاكسين وبعد تطرقي له وعدنا حل هو التعايش معه لازم لازم نتعايشوا معه بسكوا عليش ما نقدرش نحبسوا على الدراسة ما نقدرش نحبسوا على العامل الاقتصاد البلاد البلدان كي تشوفي عالميا الاقتصاد الخافض يعني ما نقدرش نقعدوا دائما في الحجر الصحي لازم نتغلبوا عليه باش بالوقاية بالالتزام بوضع القناع الصحي بالتباعد الجسادي نحدوا من الاجتماعات والعراسة والجنائز والاختلاط يعني فكرنا لازم الإنسان الذكي هو الذي يتلائم مع الوضعية الجديدة ولازم نبدلوا من حعادتنا باش نعيشوا لازم نعم في انتظار دكتورة اللقاح الذي يمثل بصيص نور في آخر النفق والذي ما زال يعني مثار جدل ولغت كبير لم يصل فيه لحد الآن مع وجود اللقاح أيضا هذا يعني التخلي عن إلزامية الدابير الوقاية الوقائية وأيضا الحرص على تقوية الجهاز المناعي باستمرار تفادي للإصابة بهذا الفيروس الخطير شكرا على هذا السؤال الجهاز المناعي هو أول سلاح الدفاع عندنا نعم جهاز المناعي تعكل إنسان نحن لاحظنا أشياء مثلا أنا كطبيب أمرض معدية شيء كان عندنا في الإختصاص ديالي الناس ما يعرفوش مثلا نفس المرض عند زوج الناس عندهم ليدو كورونا لا لا عندهم يعني مناعة جهاز مناعي كيف كيف بصح المرض عند هذا يؤثر فيه بزاف وعند الآخر ما يؤثر ما يؤثر نعم يعني نقولك في إختصاص نعم نعم وعندنا خمسة في المئة فقط ليديروا حالة خطيرة تؤدي إلى الموت تؤدي إلى الإنعاش مثلا والموت 0.5 بـ 0.25 ربما هذا تطمين للمواطنين الذين أصيبوا بحالة الهلع لا لا يعني جسما لازم الإنسان يتثق في توعى غالبيتها هي حالة حميدة شوفي 69 مليون حالة عالميا ماتوا فيها مليون ونصف هذه عالميا احنا ركو تشاهدوا يوميا حالة الوفاء ولازم نقول للناس تان ما تعرفهاش مثلا بلي الحالة المسجلة المؤكدة لي مدوها الـ OMS تاخد بعن الاعتبار الحالة لـ PCR بوزيتف لي كان PCR بوزيتف يعني حالات المتأكدة كلينيكيا أو سكانر احنا عندنا الاستاتيستيك عندنا الإحصائيات ولكن الـ OMS هي تاخد فقط الحالات المؤكدة عن طريق الـ PCR نعم حالات مؤكدة عن طريق السيغولوجي السكانر ومعن نهضروا عليها أستاذة عن طريق الكلينيكي نحن نشوفوه الإنسان على بلنا بالكورونا إذا كان مستشفيت في بعض الحمد لله الجزائر وضعت كاروش عندها بصح عندنا تانا وين الـ PCR يكون ناقص لغي اكتيف ناقصين في السوق ذكرنا الدولة ايضا اتخذت إجرائيات لتخفيض أسعار هذه الكواشف والتحاليل اكزاكتما جوستما الناس كانت تشتكي لماذا؟ هذا يعني عنده كان خطأ من طرف المواطن دولة الناس مثلا غير تتأهب طرح وحدها تلقائيا تحضر سكانار يعني طرمي أموالها وهذا خطأ دكتورة خطأ فادح متى يجب عليه أن يقلق المواطن المواطن عندما يشك مثلا مع إنسان عنده كورونا وعنده الحالة هذيك يذهب لأقرب طبيب عنده عندك مستوصف قدامك بولي كلينيك مثلا عنده السكر أو الضغط عنده طبيب تاعه يستشير طبيب تاعه وكي يروح عنده يتصل عن طيق الهاتف يقوله أنا أشك عندي كورونا إذا كي يذهب ياخد الخيناء الصحي بسكو يعدنا زمالة أقع للمرضوا كورونا وتوفاوا في الكابيني بسكو كان يجوهم المرضى ما يقولوش بلي عندهم كورونا نعم والجتمع المدني يجب أن تفق بلي ماشي عيب ماشي حرام كي طحن الطبيب باشي يعاونك إذا أنت لازم تاخد احتراس تاعك وتلبس القناع الصحي ومدش الكوشوف وحدك عنده أخوه مريض يحي يدير وحده سيغولوجي تكاليف زائدة ودفو يخرج نيغاتيف يعني الناس بسكو هاد الكورونا كي بزوكام في عائلة وحدات قديرت عندك النص يمرض ونص أخلا يمرض إذا غير طبيب لياخد قرار باش يطلب منك تعمل تحاليل ما يجبش يديرها من الإنسان هكا تلقائيه من نفسهم وانا يشوف ليس انتق بخيطة سيون تلميذ ما يوليش المدرسة لازم المديرة تقولوا أعطيني كشف سيغولوجيك الطبيب هو اللي يعرف يقرأ الكشف سيغولوجيك ويقرر نعم وفي حالة الإصابة دكتورة بهذا المرض الخطير يعني على المصاب يعني الخلود إلى الراحة المدة يعني اللازمة للراحة بعد يعني بعد الشفاء ونتحدث أيضا عن حالة الإعياء الشديد والتعب التي يعني حتى لماذا؟ باش ما يعديش الاخرين يوضع كمامته ما متلقى الدواء ينقص لشحنة الفيروسية تنقص عنده ويوضع كمامة مدة 15 يوم يقولوا لك أبخي كان سجو يقدر يعني يولي الخدمات أو إلا كان للمدارسة أو لا بس أنا أقول بلي الإنسان هذي 15 يوم بتاع تاع كنفينمان باش ما يعديش برك بصح باش الإنسان يسترح هاد المرض يخلف بزيف شفنا باللي العياء العياء الإجهاد يعني العياء وكاين لي مازال مسترجح التنفس وكان عنده ضيق التنفس لذلك يجب أن يتعب الكبد يتعب الإنسان لذلك يتعب له شوية شهية لذلك لا يستطيع أن يقول بسرعة كما كان هل استئناف العودة إلى حياته الطبيعية والعملية المهنية هل يتستدعي إعادة هذه التحليل مجدداً للتأكد؟ طبعاً هذا هو الطبيب قلنا لك يعني إلا فيه دغوة تغيرت وتعلمنا معلو كنا نقول مثلا يدخل عشرة أيام لا يخرج من المستشفى حتى ندلوه بيسيار بليه تخرج نيغاتيس ومعد لاحظنا باللي مام يبرا يخرج تقدر تكون بيسيار ومازالها بوزيتيف الناس عاوش قلت لك بين الطبيب والعامي مايفهمش بسكوش كنا نجبدو هنا يا هي فيروس يعني بعض الأجزاء تاع الفيروس ما نقدروش نجيبوه من الأنف فيروس بحد ذاته كامل لك أجزاء ومعد كي إنسان يبراي تقول هادوك الأجزاء ربما تقعد ولا حظنا بليكاين يقعد بيسيار ما هو؟ الحمد لله متعافي نعم كمات التحليل تاع الدم أبداً ولا سكانير ما ندومنديوهش في أول وهلة أنا يجيني مريض يقول لي طبيبة ما نجيش منيح نروح ندير سكانير ما تروحش دير سكانير نحن نحن نحسبوه لازم 8 أو 10 أيام باش ندومنديوهت تحاليل باش تقدر تخرج إيجابية كاي الناس مثالاً ديوم أخوه مرض يدير هو التحاليل تخرج قاع نيغاتيب وهو بداية مرض وحامل للجايروس بدون أعراض أعرض يقول لك ها عندي تحاليل واني يمليح لا لا طبيب لي يعرف بس التحاليل لازم لها لمدة باش تظهر في الدم باش تظهر في السكانير وباش تظهر في البيسيار طيب دكتورة ما معدل يعني معدل عودة الإصابة ظهور الإصابة بعد الشفاء من الفيروس متوقف على ماذا؟ كما قلت لك تعلمنا في الموجة الثانية في الموجة الأولى كان عندنا معلومات هكا تقول بلي مرض من الفيروس كورونا يكون عنده ماناعة وماناعة ما قدرناش ما كناش عارفينش حال بس كنا نعيش وهذا المرض نتعلمه معاه وهو حاضر كان يقع تلت شهور ربع شهور ودوكم بعد لاحظنا بلي عندنا مرضى في المستشفى براو بل بيسياء بيسياء بوزيتيف ومرضى بيسياء بوزيتيف نفس الأعراض لذلك لا يمد حماية طويلة هذا يغمم بيسياء هذا هو البيت يعني ما يعطيكش حماية ما نعرفوهاش حال الحماية تقعد كيشفنا بلي تلت شهور أربعة شهور كما في الجزائر كما قاع في العالم في سوقت البي لاحظوا بلي المانعها هذه تلت شهور أربعة شهور طيب ليسيان يقدر يتعرض نعم بيسياء بريت وينحي الكومامة نعم وفعلا جات الموجة جات الموجة والناس يعني عودت غلطة نفس الأخطاء وهم دولة في الموجة الثانية هذي كيشافوا الأعدد أرتفعت وعدد الموجة أرتفعت الناس شوية أهابت واستجابت لتطالبات يعني للصارمة التي أخذتها الدولة وزارة الصحة والمجتمع المدني دكتور عيمة سعودان العالم كله اليوم ينتظر هذا اللقاح لكن هناك يعني قلة ثقة لدى المواطنين في عملية التطوير السريعة لهذا اللقاح في أقل من عام من هم الأشخاص الذين لا يجب عليهم أخذ اللقاح وأيضا نتحدث أيضا عن تدابير الوقائية التي يجب أن تستمر في وجود اللقاح أيضا شوفي أنا كأخصائي مرض معدية وكطبيبة عادية نحن نؤمن باللقاح لقاح عامة لدينا 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 كثيرا عن إدارة لدينا نحن نتحدث لدينا يحمد الله وبركاتنا نتحدث لدينا 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 النجارة وبعد تدابير المدرسة لازم له المدرسة. احنا في الجزائر كنا سباقين قبل فرنسا في الوبليغازيون على الدخول للمدرسة. والحمد لله اطفالنا ما عندهم شلال ما عندهم حسباتك. لذلك الفاكسن مد نتائجه. وهذا دي سيدي فاكسن اللي نعرفه معدنا ست سنين ستين سنة خمسين سنة. ولكن هاد الفاكسن جديد. احنا احنا نعرفه بالقديم. نعم. هو اللي افكاس. حيش بشكو نعرفه نعرفه. وتم اختباره و اختباره كامل. هادي اجتهد العالم كامل بشي يحده. والحمد لله كان اموال باهضة وعلماء كبار خدمه. كان اربعة دوكالوقاحات عندنا. انا لشوا كما يقال الاخر. وكل واحد دوكو كان تضاره بسيش كون اللي مليح الفاكسن تاعه. راني نشوفه. واشنو الانسان ما لازمش يسمع بزاف التواصل الاجتماعي. نعم مواقع التواصل الاجتماعي. نقول هاتوجو هي ليست مرجع علمي. نعم. تواصل اجتماعي حطوش تحب. ليست مرجع العلمين. انسان يكون مرجع العلمي المواطن. يجب ان يثق في طبيبه. يثق في وزارة الصحة. وهي وزارة الصحة يجب ان يكون مقنعة. نعم. مقنعة. ومن خلال خطاب واضح. من خلال خطاب واضح. نعم. من خلال تدابر واضحة تشترك فيها المواطن. بلاتوهات تشرح. باش المواطن الجزائري نعودوا نرجعوا هذه الثقة اللي بنا وبينو. هذه هي. اللقاح اذا كان يعني ناجع دوكن سنة والبلدان الاخرى وش يتمد كل واحدة را يتمد احصائيات التحها. وان شاء الله الجزائري تاخد القرار المليح باش تختارنا اللقاح اللي ينفع ان شاء الله. نعم. وقلت استاذة اما هم الناس لمن لقحوهم. نعم. هم اللقحو الناس ضعافة لمرض مزمينة. نعم. مزمينة. يعني اللي عندو سكر تاعو سطابل. لا تنسون تاعو سطابل. نعم. لازم يدير اللقاح. اي اللقاح. يعني يالو كان انفلوانزا موسمية. بسحكين امراض ويراتية هكا ما يتقبلوش اي لقاح. نعم. اذا مام هادو ما. واصحاب الحساسية. واصحاب الحساسية. نعم. شكرا شزيلا لك يا دكتورة فريداء مسعودان. اخصائية في الامراض المعدية. على الحضور القيم. وعلى هذه الاستفادة الكريمة. شكرا جزيلا معك. شكرا لك. مشاهدين الكرام. اربط الاتصال الان مع زميلة بايا بالخير. المتواجدة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. بايا صباح الخير. بايا هل انت في الاستماع. بايا صباح الخير. هل من معطيات جديدة لديك؟ نعاود الاتصال مع زميلة بايا بالخير. وتفاصيل اوفا لاحقا. نتابع الان هذا الروبرتاج حول الخدمات التي يقدمها افراد الجيش الوطني الشعبي للمواطنين في مناطق الظل. الحملة شملت العديد من المناطق المعزولة باقليم ولايات غليزان تيارت وتيسمسيلت. حيث استفاد سكان هذه المناطق النائية من خدمات صحية نوعية وفخصات طبية معمقة. قدمت لهم من طرف اطقم طبية مؤهلة متكونة من اطباء وممردين تابعين للمصالح الجهوية للصحة العسكرية بالنحية العسكرية الثانية. مزودين بكافة الوسائل المادية والطبية اللازمة وبالموازات مع الخدمات الطبية النوعية المقدمة والمتمثلة اساسا في التلقيحات ضد الانفنوانزا الموسمية والكشفات السارعة عن كوفيد تسعة عشر. بارك الله في الجيش الوطني الشعبي بالمبادرة هذه اللي فدرها وجونا للدوار انتاعنا ورهم قاموا بنا. اطارات طبية والشبه طبية تابعة لمصالح الصحة العسكرية بالنحية العسكرية الخامسة اشرفت بدورها على فخوصات لفائدة سكان منطقة سيام بلدية ششار واجراء حملة تلقيح ضد الانفنوانزا الموسمية بالاضافة للكشف عن فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر باستعمال الكشف السريع. قامت المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية الناحية العسكرية الخامسة بتنظيم قافلة صحية مكوناً من طبيين وممريدين لقيام بتلقيح المواطنين المناطق النائية. سكانوا هذه المناطق النائية استحسنوا الالتفات الطيبة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي تحرس دوماً على مد يد العون والوقوف إلى جانب سكان المناطق النائية. أهلا بكم مجدداً مشاهدين الكرام لنعاود الاتصال بالزميلة بايا بالخير المتواجدة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بايا صباح الخير بايا صباح الخير ضعينا في آخر المعطيات المتوفرة لديك حول الحدث هناك. فعلاً انطلقت أشغال واليوم الدراسي حول تطورات الأخيرة والتوترات التي تشهدها منطقة الصحراء الغربية بين الدوافع والتداعيات. في الحين يقوم خبراء ومختصين في الشأن الصحراوي بمداخلات عدة ومن بينهم بجانبي سيد عبد المالك بالغربي دكتور أكاديمي ودكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ولديه أيضاً مداخلة في هذا الشأن. سيدي هل بإمكانكم إفادتنا بفحوى اللقاء وماذا تنتظرون منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن هنا في معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة لنعالج واحد من المواضيع المهمة ألا وهو التطورات الحاصلة في منطقة الصحراء الغربية الدوافع والتداعيات. علماً نحن اليوم لا نعيش لوحدنا في هذا العالم نحن في بيئة دولية هناك مجوعة من التحولات بدءاً بالتغيير المرتقب على مصطوى الإدارة الأمريكية والقرارات خاصة القرارات الأخيرة المتهورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس الشيء الهرولة إلى التطبيع التي تنتهجها بعض الدول العربية في مؤامرة أو إن صح التعبير هي خيانة للقضايا العربية يسعى المغرب إلى محاولة كسب بعض النقاط من خلال الاستمرار في سياساته الاستعمارية الجديدة من خلال جر بعض الدول إلى فتح بعض القنصوليات في الأراضي الصحراوية المحتلة وهذا شيء مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية كذلك فتح بعض المعابر غير القانونية كما يحدث في التوتر الحاصل في معبر الكركارات ولهذا كل هذه النقاط سنحاول أن نعالجها مع بعضنا البعض اليوم في هذا الفضاء الأكاديمي شكرا سيد عبد المالك غربي وسنوافقكم بمستجدات اللقاء في نشراتنا الإخبارية اللاحقة شكرا جزيلا لكي بايا بالخير كنت معنا على المباشر من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية والمجرية اليوم الدراسي حول تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بين الدوافع والتدعيات نمر الآن مشاهدين إلى استكمال ما تبقى من ملفاتنا في برنامج هذا الصباح حيث أعلن الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار قبل أيام عن انطلاق الموسم الدراسي لمحو الأمية مع مراعاة التدابير القانونية والوقائية اللازمة وإثراء للنقاش أستقبل وأيكم مشاهدين الكرام سيد حسن سليماني الأمين العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار سيد سليماني صباح الخير شكرا لك على قبولك الدعوة المشاركة معنا صباح الخير شكرا على الاستضافة الزول في اللون مرحبا بك سيد سليماني كما أسلفت الذكر الانطلاقة الموسم الدراسي لمحو الأمية كيف كانت هذه ظروف هذا الدخول الذي يتخذ طابعا تدريجيا وما هي الفصول المعنية به؟ هي ربما قبل أن أجيب على سؤال بالتدقيق يذكر فقط سياق نشاط محو الأمية في الجزائر إذ أنه يعتبر نبط تعليمي وتأسست الدولة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لكي يشرف عليه وهذه المؤسسة العموية وضعت تحت وساية السيد وزير التربية شخصيا والنصوص أو النص القانوني الذي يؤثر نشاط محو الأمية هو القانون 0804 المتضمن القانون التنظيمي للمدرسة أو المنظومة التربية الوطنية على هذا أن المقاربة في مجال محو الأمية هي نفسها مقاربة تعليم النظامي نعم فالنشاط محو الأمية توقف في شهر مارس على غيراب بقية أنماط بسبب الجائحة نعم بسبب الجائحة والرجوع إلى مقاعد الدراسة انتهجه الديوان الوطني لمحو الأمية جوهريا بنفس المقاربة مع التعليم النظامي بحيث أن السيد وزير التربية الوطنية بمناسبة يوم المعلم كان أكد أن الوزارة التربية الوطنية اتخذت مقاربة هي أنها تضمن من جهة حق التلاميذ في التعليم ومن جهة أخرى صحة المواطنين طيب ما هي الشروط التي التزمتم بها وعلى أساسها رجعتم تدريجيا إلى المقاعد الدراسة هي أكيد شيء اللي لازم نعرفها هو أن المحو الأمية ليس فقط عرض وإنما هناك طلب من جانب الشركاء عفوا من الدواء الوزارية المختلفة وأيضا المجتمع المدني فكان هناك من بين الشركاء مثلا مراكز الإعادة التربية وفكنات مراكز الخدمة الوطنية التي كانت هي تتوفر على الشروط الوقائية لاستقبال فصول محو الأمية ولكن مع وقوف هذه النشاط كانت تنتظر منها الرجوع الرسمي فلما تم الإعلان على الرجوع التدريجي البداية كانت من هذه الفصول المؤطرة التي تقام في هيكل تتوفر في شروط الصحية الوقائية ماذا عن الأفواج مثلا هل تم تقليص العدد؟ أكيد هي عادة أفواج فصول محو الأمية فيها من 15 إلى 20 متمدرس مع هذه الحالة الاستثنائية تم تقليص هذا العدد إلى 10 أفراد في كل فوج مع طبعا التأكيد على الاحترام وتطبيق الصارم لبروتوكول صحي خاص بهذه الفئة من المتعلمين سيد سليماني بالنسبة حتى للتنظيم التربوي هل هناك دروس استدراكية حتى نتمكن من معالجة ما تم تأخر عنه بسبب الجائحة؟ أكيد أن قبل مواصلة المقرر الدراسي سوف تكون فطرة مخصصة للاستدراك للتقييم ولمراجعة قصد معالجة ما ذكرته من أثار للتوقف الطويل حسب التقديرات الأخيرة؟ طيب نظرا لذيق الوقت سيد سليماني نذكر أن نسبة المتمدرسين أو الرعبين في محو الأمية أكثر بالنسبة للنساء أو للرجال؟ نسبة المتمدرسة 88% بالنسبة للنساء والضنكية الأغلبية شكرا جزيلا لك سيد حسن سليماني الأمين العام للدوان الوطني المحو الأمية وتعليم الكبار على الحضور الكريم وعلى هذه الاستفادة شكرا مشاهدين الكرام ندعوكم الآن إلى متابعة هذا البورتري لأحد المواطنين المولعين بجمع العالم الوطني قد يظن الزائر لمدينة العبادلة بولاية بشار أن هذا العلم الوطني مرفوع على بناية رسمية ولكن بعض لحظات سيكتشف أن الأمر يتعلق بمسكن المواطن محمد فاسي هذه بدأت من سنين وثمانين كي يرى الإعلام يقول هذه بلدية وكي يقول هذه دائرة هنا تسمى اللي ما عرف البلاد بس صح الناس اللي يعرفوني يعرفوها باليدار انت عداية من الإعلام بطير ماناس فوقها محمد فاسي ما زال يحتفظ باعتزاز وفخر بالأعلام الوطنية التي رفعها على مسكنه خلال السنوات الماضية وهذا ننزل ما يتعلقهم؟ نعلقهم اللي يتقطع نقلعهم بلاش يتقطع الريح؟ الريح والشمس هذا نتعلقونه سابات هذه علقها فقط سطح مطاعي توجدوا في العامود هذا اللي قدموه نحيدهم وصورته يقول كل مناسبة الأعيار الوطنية لعلي الوطنية الناس ترفتعوا ويبكي ما يتخلش عليها فيه الحمام مريض المهم خصوية حق الإعلام يترفع ما عمله تخلق كانت عندها سيارة وحدة لسونك سيارة وحدة ما تقلع دوسانكات والله سيدي ما تقلع الإعلام منها دي سينا بالبنتورة ما تقلع شي منها محمد فاسي والرايا الوطنية حكاية حب وافتخار واعتزاز من منطقة جير وتحديدا من مدينة العبادلة التي قدمت للوطن شهداء ومجاهدين ومازالت تنجب أمثال محمد فاسي هذا المواطن البسيط الذي حمل الراية الوطنية في القلب والوجدان والمشاعر ألان إلى الصباح الرياضي وزميل علي جعفر بعد الفرص إليك علي جعفر الحظا معنا في الأستوديو صباح الخير صباح الخير عفاف شكرا جزيلا مشاهدين أسعدتهم صباحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البداية بكرة القدم ومنتخب أقل من 20 عاما الذي يتنقل اليوم إلى تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا مريطانيا 2021 وسيستكمل المدرب صابر بن سماعيل هناك ضبطة إعداده تحسبا للدورة التي سيواجه فيها الخضر منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا في الفترة المبتدة بين الخامس عشر والعشرين من ديسمبر الجاري وكانت آخر حصة تدريبية قد شهدت إصابة لعب باريسانجر مع حسين بن تواتي ومغادرته معسكر الخضر محليا الآن تستكمل مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفي أبرزها تنقل الرائد وفاق سطيف المتعثر في الجولة الفارطة بميدانه إلى ملعب بالعباس لمواجهة الاتحاد الزميل طرق بفليح معه كل التفاصيل في سياق التقرير الموالي جولة ثالثة بمثابة فرصة تحقيق الفوارق وإظهار النوايا والسعي للانفراد في المناصب وفك الشاركة في الترتيب العام هي الأهدف التي ستدخل بها فرق المعنية باليوم الثاني من الجولة الثالثة على غرار وفاق سطيف المتنقي لمواجهة الفريق الغارق في المشاكل اتحاد بالعباس للبحث عن انتصار خارج القواعد يعوض به النقطتين الضائعتين في الجولة الماضية ولو أن المنافسة أبدى شبانه عزيمة كبيرة وحقيته في ترشيحه للعب الأدوار الأولى وإزالة نحس التعثرات على ميدانه والتي ساحبته منذ الموسم الماضي ولو أن مأموريته لن تكون هيينة أمام فريق هو الآخر يبحث عن نقاط إيجابية خارج قواعده تؤكد فوزه الماضي على ودادة لمسان أما آخر المواجهات في هذه الجولة فستجمع بين ودادة لمسان الباحث عن لعب دور الحصان الأسود في بطولة هذا الموسم واتحاد العاصمة المتأثر بغيابات عديدة في صفوفه إذ سيشهد ملعب العقيد لطفي أول مباراة للواط في الرابطة الأولى بعد سبع سنوات من الغياب وهو الموعد الذي يريده المدرب عباس ولعبوه موعدا للانتصار الأول وإليكم مشاهدين جدول المباراة المتلفزة عبر قنوات التلفزيون الجزائري في مساء اليوم للشطر الثاني من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر وفي قمة الجولة الثالثة دشن البطل شباب بالوزداد مسيرة الدفاع عن لقبه بفوز عريض بتيزي وزو على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة نتابع أبرز مجريات المباراة بتعليق الزميل عبدالعزيز بن سالم بعد بدايتين متعفرتين وادي كرة في الحوم حمزة بن لحول ينجح في تسجيل الهدف الأول حمزة بن لحول خطأ دفاعي واضح وحمزة بن لحول القناس المبدع بتمرير أيضا فيها من الإبداع من سعيود وباللحول للموسم الثالي على التوالي ينجح في تسجيل في تسجيل على شبيبة القبائل استمتعوا بهذا الهدف ولكن هناك خطأ دفاعي واضح والقناس الهدف هذا الذي تشاهدون باللحول التمرير لم تكن هناك وضعية تسلل ولكن باللحول استغل خطأ في رأيه وأكثر تنظيما وأكثر خطورة وهذه كرة أخرى من جديد شباب بالوزداد يتقدم بهدف ثاني يا للروعة وهي الإبداع ينجح في طافة الهدف هذه تماما هذه اللقطة التي تقدم فيها الحارس بن بوت وحولها إلى ملعب في اتحاد بالعب في مباراة أخرى مشاهدين أكدت جمعية عين مليلة بدايتها الموفقة عندما فرضت التعادل على نصر حسين داي المستضيف بملعب عشرين أوت بالعاصمة في مباراة شهدت ندية كبيرة فرصا كثيرة طيلة دقائقها تسعين المباراة كانت بتعليق الزميل بلالبناري تلاتي تحكم المباراة يقود بن جهان عمري بن علي بالحكم الرابع وابو ستة محمود محمد ومحافظات المباراة قبل اللحظة أعطى بن جهان إشارة انطلاقات المباراة جال أمام من في استقبالها فوزيايا عودة الدفاع دفاع فريق جمعية عين مليلة وقع في المحضور يا السلام حارس المرمى أنقذ الموقف تعود له بن باي يطلبها مفتاح هل ستصله بن باي راح مفتاح توغي المفتاح وزعها يا السلام سقط على أرضية الميدان ركلة جزاء الركلة جزاء لبن عياد ركلة جزاء لبن عياد في الدقيقة تقريبا العاشرة من بداية المباراة زايد بطاقة صفراء من أحل هكم بن جهان كنا نقول بأن المباراة تندر بأنها ممتازة بين الفريقين لعب الكرات في العمق ويحاول أنه يستفز دفاع فريق جمعية عين مليلة الذي وقع في المحضور عن طريق بوحكيئك خالد وربع مفتاح يريد أن يسقط بولط والهدف الأول هدف أول لمصلحة النصرية تابع اتجاه الكرة ولكنه عاجز عن صدها وردها سابق عي جميلة هاي صعبة هاي ممتازة هاي كرة هدف ثاني يا سلام على العارضة الوفقية يا أحسن منفع الأمير أحسن توق الأمير رأى أمير زاد أمير وزعها من يصل عليها دمان يا سلام مرد هذه الكرة العودة لحارس بولطيف بولطيف يدخل الكرة إلى الوسط عقون عقون ضاعت ما أتعس هذا المهاجم الحكم اللحظة بو جهان يني هذا الحوار يلعب مع أمير بليلي وأصل أمير رعب بليلي يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ضيّعها المدافع أمام المهاجم وارتكب الخطأ ضيّعها المهاجم ووقع في المحضور ووقع في المحضور أمام اللعب البديل من جانب فريق جمعية عين مليلا يتحصل على ركلة جزاء لمصلحة الجمعية هاي الإعادة المتأخرة والإعادة الخاطئة من عزي لا يا عزي أدعت مباراة كبيرة ولكنك أخطأت عزي عماد الدين اللي من الكلمة الأخيرة جعبوت وابنشلفلي بجعبوت يا سلام يريح كثيرا هذا المدرب عبدالقادر يا إيش هدف ثاني هاي كورت هدف ثاني يا سلام يا سلام وضعت ما زال الخطر اليسدد ضاعت هذه الكرة هناك في المنعرج أنهل حكم بن جهان أطوار هذه المباراة بتعادل هدف مقابل هدف كما انتهت مشاهدين مباراة ملودية الجزائر مع ضيفه أتليتيك باردو التي احتضنها ملعب الداري بالعاصمة بتعادل بهدف في كل شبكة بعدما ظل أبناء باردو متفوقين طيلة أطوار المباراة التي علق عليها الزميل سامي نوردين محمد أمين 38 سنة والمساعدة الثانية عيد محمد 37 سنة تنطلق المباراة إذن سيداتي أو نسي سيداتي حداد معاد كل كورات طويلة ولكن أكثرها ما توصلش لزوملة الأفضل أن نلعب الكورات القصيرة أو ألان كما نلعب نصر ممتازة ممتازة تقريبا ضرب الجزاء اللقطة هي يعني قيمة اللقطة وقيمة ضرب الجزاء هي التوزيع الجميل جدا من ألان أوكلو ونلعب بالدقيقة الثامنة عشر وجه لواجه تقدم اللاعب والسفر يا سلام موسوح ممتاز هدف مقابل سفر للصالح باردو تيتيك في الدقيقة الثامنة عشر باشرة من هناك لمولي مع خرج الشكورة من عجية ميل حقشاني عاد تصويبا وإلى الرقلية بعد ما لمستعد اللعبين اغتماع تاحد اللعبين هو اللي ما خلاش تصويب التوفيق عدادي على الصورة هاو علاطي حاول الدخول بالمراوغة الأولى ثم الثانية من حسن حظ الكرة رجعت لتوفيق عدادي مرة أخرى التوفيق عدادي وصلها لي من ساحة يرفع رأسه يراوغ باليسرى ربما هي كرة هي كرة بالقدم اليسرى جانبية ونهاية الشوط الأول سيداتي ونسي سيداتي بمنعب در بيد أبو قرآ جانبية الكل بقى يتفرج وكرته جانبية مراوغة الأولى ثم الثانية با 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 العريضة نحن ننقل على وضع عادل سيري بوردي ممتازة وداع جدا أيضا ونبيل الأعمارة دائرية حشود مرة أخرى بتصوير بربما وضع عادل عدف التعادل عدف التعادل في الدقيقة خلينا نقول التسعين عدف مقابل عدف سيدتي أونسي سادتي تنتهي عليها نتيجة هذه المباراة سبينها مشاهدنا إلى نتائج اليوم الأول مفصلة أو أقول اليوم الأول من الجولة الثالثة مفصلة نتابعها من خلال الجدول الموالي إذا نتابع مشاهدنا نتائج الجولة الثالثة في شطرها الأول في المباريات الستة التي لعبت مساء أمس في الجدول الموالي نعم إذن بهذا نختم أخبارنا الرياضية سنعود إليكم بأكثر تفصيل وبالنتائج وكذلك بالانطباعات والأرقام في مواعيدنا الرياضية المقبلة نشكركم على المتابعة ونعود إلى زميلة عفاف شكرا جزيلا لك علي جعفر على هذه الإطلالة الرياضية وبذا مشاهدنا الكرام وصلنا نحن بدورنا إلى ختام برنامج هذا الصباح شكرا لكم على طيب المتابعة كرم الوفاء ونهاية أسبوع موفقة للجميع اشتركوا في القناة